شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البتا المباشر مباشرة من مدينة مكناس من قلب المشروع الملكي المشروع الرميكة اللي هذا المشروع للأسف مكملش وفلوسه التنهبات وفلوسه مشات والدواء وبقاوغي الصناعية الحرفيين هما اللي كيعانيوا ويعانيوا في الصمت هدي نخليكو مع سيد اللي كيقول انه بحقيقة صورة كاسبين مشي غيكي يقول اللي انهو تحقر وهدي حقرة انت انهو كان عندو محال جي صناعة تقليدية هنايا كيف ما كتوفو معنا من بعد كان خدام فيه بخير مزيان في سلعات حتى كي جاه مرض بسكر وفاش مشاء الطبيب باش يدير العملية ويقطعوا له رجليه كيف ما كتوفو معنا عبر المباشر يعني هدي هي الحالة كيف ما كتوفو الرجيلة ديالو مشات بسبب سكر مرحموش هدي الناس طبعا ماشي السلطة اللي اللي طيحو هدي مرحموش اهدمو ليه المكان فيك نخدم المحال ديالو فيك نخدم خلوا ودالوا فيها الاسبال ودالوا فيها هذا الرملاء هدي كي يقول واش القوي كي يكن ضعيف علاش اي هرس اي حيلو ليه المحال ديالي واش حيث انا يمرت ومشيت مقطعه ليه ومقطعوا ليه يرزقي سيدي عود ناشى المشكل ديالك أولا بسم الله الرحيم تشكر اضلقنات بحقيقة الوزهات لها الناس اللي كتلقدهم ولي كتعرف المشاكل ديالهم ولي كتوصلاتهم الامام وتتبلغ السلطات وتتبلغ الناس اللي بسعبورين على هذه الشيادة تشكرهم جزيل الشكر ولهذا انا واحد الانسان اللي ضحيت انا اول واحد مضحي لهذه القرية النمودازية من الفين وزوج وانا كنت ضحي فيها الى يومين هذا كنت انا هو كان الرئيس واحد عمي واصبح او ثاني مأتوف في هذا السيد وتوليس انا الامر نسمى وحنا نضحيه الى حتى سال 2010 سال 2010 وحنا نضحيه بما يخص حتى نضمن الصناح تستفيده بالمحلة هذه كانت تنغم الموضة غير قرية ديال صناع التقليديين ونموذج اللي كانوا يفتخر به المغرب كله دوليين ماشي غوطنيين لكن للأسف هذا المشروع هذا ما كمل لتحتات عليه الملايين ديال الدراهم الصحيحة اللي هو غادي تكون واحد القرية ديال صناع التقليديين الفخار ومشتقاته هنا طبعا هاد الحلم ما تحققش عاودنا شو نوقع لك المحل ديالك المحل ديالك انا خواه هاد المحل اكفيس محل اللي قردت ليزاني وخاء انا هو الرئيس ديال الفعاونية ودرت المساعد الديمقراطية درت لهم القرآة وكل واحد وليزاني في حقيه هو هذا الله مالك انا درت لها الكراس من الريوس بحال بحال كيف كيف وزادت لي هاد الفنس هذا مهم هاد الجيه هادي كلها مكرفصة الشحال وانا كنت جمع فيها في الردم ودكسي هادك بس لحقاش كنت كلها يركاريان حفراق ووقيت تنجمع في التراب ودكسي وتيعاونوني دوك المقاولي ومتازي وتياردمو حتدرت البلاصة ديالي درت البلاصة ديالي دركي البلاصة ديالك كن كنت تكدر في صناع التقليديين الفخار والخازق الفخار والخازق يعني هاد صناع اللي بزكات مقارد ايه الجيه والقرمود وهاد شكله مخلينا هاد بلاصة هاد باش نتكتس منها لحقاش كنا عرفو بينا داك المكتب ديالتاااوني درميكارا ما فيه والو ما ديعطيونا لأوزراء لوالو كنا نتحيه في سبيل هاد المشروع هادا هادا اول مشروع اللي اللي بغينا هيكون زيما فادي ينتمكناس هو هادا وطحا مصره فاشل تقد فيه الملايين الدراهل مصره فاشل نحنا كنسبكو من الجيهة ومسؤولين ديالنا نحنا تيردمونا من جيهة اخرى وانا هاد البلغ هادا بغيت نبلغ السيد الوالي اولا السيد العامل باش يشوفوا هادم احنا واش الانسان اللي ضحاق بوقتو وضحينا بالغالي والنفس باش شوية تنقد هاد المشروع هادا اردموني انا تكرفسو علي انا ادو مقاول ذاك كملنا الترابات ما العلم انها قلت لي ماشي السلطة ياللي ريبات ميك؟ لا ماشي السلطة كاين هادا المقاول ديالي اللي اللي عباو اسميتهم ألقى فيني ديقازي داك التراب والتي يرميه اللي في الارض يعني في عوض ما يزيدوا الكاريان عمرت ما بيع الكاريان اوار ما علي دبا في الارض وريبوا الفران اللي كنت تستغل لهم وريبوا الفران اللي كنت تستغل لها كما تشوفوا الفران اللي في المرميه الارض انا كنت شوفوا حتى الحالة ديالك يعني صحية مبقاش كتسمح لك على انك تقاوم وتموض وتخدم وتبني انا كيفش كتبال انك شوفوا حتى هاد كورسي المتحرك اللي عندك يعني مصالح لتشي حاجة يعني قديم و هادا وش سباط الخدمة و سباطك هادا يسباط ديالي هادا لا حوله ولا قوتي لا بيلا يعني إنك كورسنا واحد وصنعة وصنعة ونشي حتى هادا كلاتك حالة بالكراوسة حقا اه هادا هادا نداء نشي المحسنيين اللي بغاء يتعاون معه ويعاون في كراوسة كيفش تقدر انك تتحرك زيما كان بالكراوسة و البساشة شوي ليس حالا والسلس اللي يجيوا ومالي تتعاونوني وطلعوني واحد المشكلة ما بتبعش وجه على كل حال انا كنت تبغي انا بغاء نشي رسالة المحسنين انهم يعاونوه مكرا يشوفون نحتسك الروسة ديال الطاولة سيحرقوه لما يرغب تساين الناس يوصلون الى البطار هناك يقول الوحيد هناك يقول الوحيد تشوف كنت بصحيح تكو كنت سبعت الله طاولة قد العرض وكنا نجري وكنا نخدمه وكنا نخدمه للصالح العام وكنا نخدمه للصالح الصناعية وتعطرناهم حتى وجدناهم حتى اخضو المحلة ديالهم تخلنا الضوط تخلنا الماء تخلنا هذي وكل شيء كلهم جاء في الاخير جاء وحد لديك المطاية هنوعد نخدوك الامام عند مزان مزان هو رئيس جمعية وكنا نخدمه وكنا نخدمه وكنا نخدمه وكنا نخدمه وكنا نخدمه السلام عليكم وكنا نشكر قناة تشوف تيفي على تتبعها في جميع المواضيع بالنسبة لي رأي جمعية اتحاد معلمي الفخار والجيل السابع داخل القطع منذ انطلاق المشروع في 2004 وضحى ولكن مع الاسف حيث ومع البعض يزال ومع البعض يزال ونقوموا بتتبع فالأتحاد ويزال في النقود يتعاموا بتعرون ويزال هذه المحل يتصدقا به الله ويتخدمها يزال وقت يرئبه لك. وقت الرئيبه ليه. فقد أخبره. لقد أخبره الوضع. آخر. عندما أخبره الوضع. الذي أخبره الوضع. أخبره السبب وثمت للعمل. ومن أسرعه. ومن أخبره المكانة المسارع. لم يكن أعاوش الضروف. لم يكن أخبره السيد. لم يكن أخبره الأمور. وحسب يستمع اللعب وجودة أجهد وستطالة من الناس على الطريقة ومع تحقق على المسؤولين هل هل المحسيني والمسؤولين بشكل عيش؟ هل 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 سيدنا نسارا سيدنا نسارا سيدنا نسارا سيدنا نسمعنا ويشوفنا سيدنا 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 ومعين نفسه لدينا مشاركة لما يجب عملت شراء كيف دات عاوة نستقبلنا في المدرسة الي الفون ونتشكيليا ما خلينا بين اسميته ولكن الغالب الله الغالب الله نحن كذلك كنوجه رسالة للمحسنين انا ومتعاونوا معها رقم الهاتف ديالو اللي غادي ننذيروه الان هو سفر ستة سفر ستة سعود ستين سعود ستين ستين خليك ما يسمحني سفر ستة سعود ستين ستة وتسعين ثمانية وعشرين ستة وتسعين ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين هذا الرقم نتيف ديالو مشاهدي قناة شوف تيفي اللي يبغى يتعاون معه اللي بغى يقدمه المساعدة اللي بغى يعاونه على شكل متحرك على الحالة ديالو فحقيقة مؤسفة وحلوة كتئلم نخلي الرسالة الاخيرة المزيان اللي هو إجمعية ديال الفخارين هنا في مدينة سمكناس وكذلك ملقي دومين في هذا الدومين هدا أخر كلمة أننا نطلب السيد عامل عمل اسمكناس سيد سببار يدير واحد زيارة لهذا مشروعه لأن هذا مشروع ملكي بمتياز وعرف عدة مشاكل منذ انطلاق قديره من ثلاثة ألفين وربعة وحنا عندنا تسيقه السيد سببار صاحب عامل عمل اسمكناس باش يدير واحد زيارة ويقف على هذا الميزاني لتطلبه مؤخرا لأننا تطلبه ملاير لدفعه الأولى وتطلبه ملاير لدفعه الثانية وهذا هو الملعام تطلبهم السيد سببار عامل عمل اسمكناس باش يدير واحد زيارة ويوقف على هذه الأشغال لأن هذا الشهادة لا يوجد اتجاه صحيح يشوف يعني الخرقات شكون يعني يوقف فعلا شكون هو اللي قال صفر رويضة ما خلاش هذا المشروع عنه اضافة يشوفوا بالاعتبار لهذا الصناع والمعلمين داخل هذا المشروع لأن المدينة كاملة كتتعود ورات الصناع ومتهمشوا ولو كيبيعوا المحلات متاعهم كل يغادر القطاع خاصة القطاع الفخار والخزف رسالة واضحة شكرا لك بزيان إذا هنا مشاهدي قناة شوف تابعين قول لكم لا كتابعين وليكم مكاتي بالخير لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة